الحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة حفظ القرآن ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله حفظ صورة الحجر من الآية 67 إلى الآية 99 وعندنا في درسنا هذا اليوم قبل أن ندخل في درسنا هناك عدة أداب نريد أن ننبه عليها العدب الأول هو تدبر الآيات عند قراءة القرآن تدبر الآيات عند قراءة القرآن فإن من غايات ما أنزل القرآن ومن أهداف نزوله هو تدبر آيات القرآن كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفاله وأيضا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير فيتأمل الإنسان أو الطالب والطالبة عند تلاوته للآيات فيتأمل هذه الآيات لكي تزيده خشوعا وتدبرا أيضا ينتبه الطالب والطالبة أنه عند تلاوته القرآن أن يكون متطهرا نظيفا وأولى الطهارة هي الوضوء وأولى الطهارة هي الوضوء أيضا الاستعاذة والبسملة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كان من هدي الصحابة رضو الله عليهم ونبينا صلى الله عليه وسلم هناك عدة تنبيهات لتلاوة صحيحة التنبيه الأول المتابعة في المصحف فنريد من الطلاب والطالبات أن يفتحوا المصحف وينتبهوا معنا عند تلاوتنا لآية سورة الحجر من الآية 67 إلى الآية 99 وكذلك التركيز على كيفية النطق الصحيح كذلك التركيز على كيفية النطق الصحيح فنتنظر إلى فهم الأستاذ كيف ينطق الكلمة نطقا صحيحة وأيضا عند استماعك للقراء عن طريق برامج اليوتيوب وغيرها تنظر كيف يقرأ تالي القرآن هذه الكلمة لكي تخرجها من مخرجها الصحيح كذلك القراءة بتأني عند التطبيق وعدم الاستعجال وأيضا الانتباه إلى علامات المصحف وأحكام التجويد التي درستها نقرأ في درسنا هذا اليوم هذا المقطع الذي أمامكم فنريد من جميع الطلاب والطالبات أن يضعوا أصابعهم على مقطع هذا اليوم وهي من الآية 67 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين قرأنا قبل قليل هذه الآيات هناك بعض الكلمات نريد أن ننبه عليها عند تلاوتك لها انتبه أن تقع في الخطأ الدارج الذي يقع فيه بعض الطلاب والطالبات في قوله تعالى لعمرك لاحظ اللام هنا مفتوحة اللام هنا مفتوحة فعندنا اللام هنا مفتوحة والعين أيضا مفتوحة وكذلك الميم ساكنة الميم هنا ساكنة والراء مضمومة والكهف مفتوحة فتقرى هكذا لعمرك لعمرك نقرأها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك هكذا تقرأ أيضا هنا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الطلاب فجعلنا آليها لاحظ معي كيف تكتب إملاء هكذا تكتب إملاء هكذا عاليها يعني العين بعدها ألف صغيرة في الرسم العثماني هكذا تكتب أما في الرسم الإملائي فهكذا هكذا تكتب عاليها وينتبه أيضا الطالب أن اليا مفتوحة واللا مكسورة والها مفتوحة فتقرأ هكذا فجعلنا آليها سافلها هكذا حتى سافلها ينتبه عند التلاوة لكن عليها هي أكثر خطأا عند بعض الطلاب والطالبات فجعلنا آليها سافلها أيضا من الكلمات التي قد يقع فيها بعض الطلاب في الخطأ فيها وإنهما لبإمام مبين لبإمام لبإمام اللام مفتوحة والبا مكسورة والألف مكسورة والميم مفتوحة والميم الأخيرة منونة فتقرأ هكذا فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين لبإمام مبين نرجع إلى بعض الأحكام التجويدية في الآيات عندنا حجارة من سجيل هنا في هذه الجملة حكمين تجويدي حكم الأول تنوين أتى بعد حرف الميم والحكم الثاني نون ساكن أتى بعد حرف السين عندنا الحكم الأول التنوين بعده حرف الميم في ظنكم وفيما تعلمتموه في السابق ما هو الحكم التجويدي في التنوين أتى بعد حرف الميم تذكر معي هي مجموعة في كلمة يرملون هذا الحكم التجويدي هو الإدغام أحسنتم حجارة من سجيل التنوين بعد حرف الميم وهو إدغام بغنة هي مجموعة في كلمة ينمو النون الساكنة لما يأتي بعد حرف السين السين من حرف ماذا نعم من حرف الإخفاء وهي مجموعة في البيت الشعري المشهور صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى السين هنا سمى هي من حرف الإخفاء فتقرى هكذا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل حجارة من سجيل هكذا تقرأ عندنا الحكم هذه هي ما أردنا أن نقوله في هذا المقطع المقطع الذي يليه سنقرأ المقطع ومن ثم ننوه على بعض الأمور من أحكام تجويدية ومن بعض الكلمات التي قد يصعب تصعب على بعض الطلاب والطالبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم عندنا هناك بعض الأحكام التجويدية فكانوا عنها هنا حكم تجويدي وهو النون الساكنة لما يأتي بعد حرف الها فما هو الحكم التجويدي أيها الطلاب والطالبات تركزوا معي ما هو الحكم التجويدي فكانوا عنها نون ساكنة أبأتا بعد حرف الها والها من حرف ماذا؟ أحسنتم من حروف الإظهار الهمزة والها الهمزة والها إذن النون الساكن لما يأتي بعد حرف الها فتكون الكلمة ظاهرة فكانوا عنها معرضين فكانوا عنها معرضين وأخي وأختي الطالبة عليك أن تدون بعض الكلمات التي قد تصعب عليك وتكتبها فيك رأس مستقل وتردد الكلمة حتى لا تخطئ فيها وأيضا إذا أردت أن تحفظ المقطع حفظا جيدا فمن وسائل الحفظ وتثبيته أن تكتب الآيات فيك رأس مستقل ثم تردد هذه الآيات عندنا أيضا من الكلمات التي قد يخطى فيها بعض الطلاب والطالبات وكانوا ينحتون هكذا تقرأ وكانوا ينحتون من الجبال وكانوا ينحتون من الجبال وكانوا ينحتون من الجبال طبعا إذا تقف تكون ساكنا الجبال وكانوا ينحتون نلاحظ في ينحتون الياء مفتوحة والحاء مكسورة والتاء مضمومة والنون الأخيرة مفتوحة فهكذا تقرأ وكانوا ينحتون من الجبال وكانوا ينحتون من الجبال عندنا أيضا من المواضع التي ينتبهها الطالب والطالبة لكلمة هذه لآتية الكلمة هذه لآتية لاحظ معي كيف تكتب لآتية لآتية اللام الأولى اللام في أول الحروف مفتوحة والألف التي تليها أيضا مفتوحة والتاء مكسورة والياء مفتوحة والتاء المربوطة مضمومة بتنوين مضمومة بتنوين فتقرأ هكذا وإن الساعة لآتية إذا تقف تقول هكذا وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية إذا أردت أن تصل وهنا في كلمة أو كلمة صغيرة مكتوب صلي فالأفضل أنك تصل فتقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل هكذا تقرأ الكلمة الأخيرة الخلاق الخلاق لاحظ معي الخاء مفتوحة واللام مشددة بفتحة وأيضا القاف مضمومة فتقرأ هكذا إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم المقطع الذي يليه عندنا سنقرأ الآيات ثم ندخل في بعض المواضيع في بعض الكلمات التي قد تصعب على بعض الطلاب والطالبات كذلك ننوع على بعض الأحكام التجويدية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فتقرأ أيها الطلاب والطالبات هكذا سبعا من المثاني التنوين بعد حرف الميم والميم من حروف الإدغام وهي من الإدغام بغنة مجموعة في كلمة ينمو والياء التي في المثاني لا بد أن تشبع فتقرأ يعن فلا تقرأ كسرة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد آتيناك سبعا من المثالي هنا تنوين أتى بعد حرف الميم تذكروا معي ما هو الحكم التجويدي عندما يكون هناك تنوين يأتي بعد حرف الميم نعم أحسنتم هو حكم الإدغام في مجموعة في كلمة يرمالون وذكرنا أنه من الإدغام بغنة من الكلمات التي قد يخطئ فيها بعض الطلاب ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن والقرآن العظيم هي مفتوحة والقرآن العظيم القاف مضمومة والهمزة مفتوحة والنون مفتوحة فتقرأ هكذا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أيضا لاحظوا معي في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر إذا كنت ستقف فتقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إذا كنت ستصل فتكون مضمومة بما تؤمر وأعرض عن المشركين فتقرأ هكذا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الرامة مضمومة عندنا حكم تجويدي في آية الذين يجعلون مع الله إلها آخر إلها تنوين أتى بعد حرف الهمز والهمز من حروف ماذا تذكر معي من حروف الإظهار وقد ذكرنا أن حروف الإظهار ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء فهو من حروف الحرف الأول وهو الهمزة الذين يجعلون مع الله إلها آخر إلها آخر فتظهرها من الكلمات التي ربما يخطف فيها بعض الطلاب والطالبات وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ يَأْتِيَكَ لا تقرأ يَأْتِيكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ لاحظ معي الْيَاء مفتوحة والهمزة والألف ساكنة والتاء مكسورة والياء مفتوحة والكاف أيضا مفتوحة فتقرأ هكذا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ سنعيد المقطع كاملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فائلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثان والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ننوح على الطلاب والطالبات إلى الاستمال المقطع المقرر لهذا اليوم من قارئ متقن مجود مع تكرير الكلمات الصعبة وكذلك الانتباع لقضية الحفظ كل يوم في يومه لكي إليه تتراكم عليك المقاطع نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم الناف والأمن الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين